السفر بالعربيات خصوصا في الأوقات دي اللي فيها الأجواء حرة جدا بيحتاج مننا دايما بشكل دوري كده ودائم لاطمئنان على الزيوت والفلاتر كمان التأكد من سلامة الإطارات عشان لقدر الله ما يحصلش أي عطل على الطريق يعني محتاجين نعرف نصيح كتير الحقيقة اللي من خلالها نقدر نحن نطمن على العربية قبل السفر خصوصا زي محمد ما كان بتكلم خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع ضفنا من نورنا في ستوديو سبع الخير يا مصر أستاذ محمد حسين خبير السيارات وصحفي السيارات سبع الخير على حضرتك سبع الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين وكل سنة حضرتكو طيبين كل سنة وأنت طيب يعني والله أنا واحدة من الناس يعني بألاقي حاجات كثير جدا من نورة في العربية يعني ما بفهمش أصلا والله ما بفهمش يعني ما بقاش عارفة بالضبط إلا ممكن مثلا بتاعت الكويتش أو حاجة بس أبعد من كده ما بفهمش فأكيد في نصائح بإن إحنا يبقى فيه سيانة دورية على العربية وسيانة سريعة عشان في بعض الناس زي برضو بتكسل إنها تروح التوكيل أو مركز سيانة كبير عشان تطمن على العربية فبداية النصائح السريعة اللي قدر من خلال التطمن على العربية أنها تصلح أنها تسافر مسافة طويلة طيب في الأول زي ما قلت حضرتك موضوع السيانة السيانة الدورية للعربية دي شيء مهم جدا والشركات أو المصنعين للعربيات بينصحوا دايما بعمل السيانة الدورية للعربيات ودي بتتم في خلال جدول هم حطينه جدول للسيانة الدورية بيتم كل 10.000 كيلو يعني بروح مركز السيانة أو الخدمة بتشيك على العربية أو بفحص العربية زيوت سوائل التبريد أو الكويتشات تحت العربية منظومة الفرامل ومنظومة التبريد وأنظمة التعليل الموجودة في العربية ده كله ده بيحصل كل 10.000 كيلو تمام بشكل منتظم عشان أقدر أتجنب أي حاجة تحصل بشكل طارق أعطال تحصل في المطور أعطال تحصل في العربية بشكل عام فده لازم ألتزم بيه بشكل كبير جدا في الأيام العادية مش في الصفر بس في الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة تمام بتخليني دايما أبقى مركز قوي مع العربية وأمركز بالإضاءات اللي بتظهر في الشاشة اللي قدم حاجات اللي بتنور جوه العربية اللي بيحصل كلام ليك وده مهم جدا عشان دايما أحيانا إحنا بنتجنب الجزء ده أو بنعمل لفسنا مش واخدين لامبة نورت لا أنا أخد باني بس مش فاهمة فبتدخلش في حاجة بفاهمة ما هو ده مهم هو دايما المصنعين عاملين حاجة برضو عشان الناس تبقى الموضوع بالنسبة لها سهل فيه لومة صفرة ولومة حمرة طيب لومة الصفرة دي ده يعتبر تحذير مبدئي إن فيه حاجة أو عطلة هيبتدي في العربية أو ابتدى بس مش بشكل مؤثر بشكل كبير على العربية واللمبة الحمرة رأب مبتداء أول ما بتنور في العربية ده لازم أوقف العربية ضروري جدا ده يبقى تحذير مهم جدا لازم أخد بالي من الإضاءات دي يعني ما بيبقاش فيه قريات عشان بتبقى شوية بتبقى علامات بس أنا ممكن ما بقاش حافظ إيه العلامة دي معناها إيه بس هي سهلت الدنيا أو المصنعين سهلوا الدنيا خلوها بالإضاءات أصفر تحذير اللون الأحمر لما بينور أو الآيكونة بتاعت اللي بتظهر عندي في الشاشة بتنور أحمد ده معناه لازم أوقف العربية ده مهم يا سيد محمد إن أنا أراجع الكتالوج اللي أنا بأخذه مع العربية أنا دايما إحنا أي حد بيشتري عربية فيه كتالوج معي وبنركنه كده ما بنقربش منه خالص يبقى فيه إرشادات ويعني لازم فكرة إنه مش بس أتابع وأسأل إن أنا أعرف وارجع ليه الكتالوج الخاص بالعربية بتاعتي الموضوع فيه معرفة كمان نازم أبقى عارف عربتي كويس بالزبط زي ما حضرتك بتقول ده مهم جدا إن أنا أبقى عارف الإشارات والعلامات اللي بتظهر لي جوه العداد أو الداشبورد بتاع العربية دي معناها إيه؟ عشان برضو أتجنب أي أخطار تحصل للعربية وبالذات كمان المهم جدا في الفترة بتاعت الصيف اللمبة بتاعت مؤشر الحرارة ودي مهمة جدا ودائما المؤشر الحرارة بينور أحمر إن أخطر حاجة أو دائما المشكلة بتحصل للمواطير درجات الحرارة الزيادة أول ما اللمبة الحمراء بتنور ده معناه إن منظومة تبريد فيها أي خلل بيحصل سواء اللي مش بتوصل للتبريد كويس أو اللي بتمشي في المواصيل بتاعت التبريد كويس ما بتبردش المطور بشكل كويس فده معناه إن أنا لازم أتوجه لأي مركز خدمة أنا بتعامل معاه نمشيش عنها بعد كده أستاذ محمد يعني لما ألاقي النور الأحمر ده مفروض ما ممشيش بالعربية بتوقف تماما تماما أكيد فيه برضو يا فندم زي ما يقول كده إسعافات أولية يا حيجة ماشييني لحد ما أوصل ممكن تعمل كارسة يعني فيه ناس بتقول أسانة عديد بكل مراحل دي وش تسلين بقى يضرب أوه ما هي بتوصل لأضرار صحة عام والتكلفة دي باتت أسانة زيادة طبعا دي مشكلة كبيرة أكيد ده غير بقى كمان النهاية بتبقى خطر برضو فلو حد درجة مؤشر الحرارة في العربية عالي وهو على طريق سفر إيه المفروض يعمله لحد ما يوصل لحد يساعده طيب أول حاجة وده مهم جدا لازم نعمله إن احنا عينينا دايما على مؤشر الحرارة وإحنا مسافرين عشان دوت ممكن يحصل فجأة وإحنا مش واغدين بنا مؤشر الحرارة بيزيد أنا دائما ببقى عارف إن مؤشرات الحرارة أو الحرارة بتاعة درجة المطور عندي بتتروح من 90 لما أول ما بتوصل لـ 90 بتبتدي منظومة التبريد تشتغل المروحة بتشتغل بتاعة العربية تبرد المطور شوية والسوائل التبريد بتبتدي تتحرك في المؤشر بتاعتها وتبرد للعربية طيب المؤشر بتادي يزيد بشكل مش طبيعي أول حاجة بعملها أبطل العربية وانزل أبص كده بطريقة بنظرة مجردة أبص تحت العربية أشوف هل في تسريب للميا في ميا بتنقط من العربية ولا لا تمام ما لقيتش الكلام ده كله ببتدي أفتح كبوت العربية جميل يعني عادي أفتح كبوت العربية هو ما كانه معروف يعني أفتح الكبوت أبص يعني ده الطبيعي أبص على الإربة بتاعت الميا أشوف مستوى سائل التبريد هل هو فيه المعدل الطبيعي بتاعه فيه علامة بتقولي أن ده بس في عربيات الإربة بتاعت العربية دي بيشتقاش سهل إن أشوفها يعني في سوائل التبريد أو دايما الإربة بتاعت الميا في الغالب بتبقى قريبة من النظر عشان هما بيعتمدوا على الطريقة التقليدية اللي هي بالنظر أشوف سائل التبريد وسائل التبريد دلوقتي فيه ألوان منه يعني فيه أخضر وفيه أحمر عشان يبقى واضح وهو جوه الإربة ويوضح لي أنه هو المستوى بتاعه فين طب لقيت سائل التبريد نزل شوية عن المعدل أو المؤشر بتاعه الطبيعي طيب ده هنا بعمل إيه؟ أولا ملمسش أي حاجة عشان ضغط العربية بيبقى قوي جدا جوه المنظومة بتاعت التبريد فاستنى الغاية لما العربية تهدى خالص وابتدي أفتح الإربة بتاعت الميا وزود العربية دي يعني المؤشر بتاع الحرارة يكون نزل خالص بالزبط ده مهم جدا عشان الناس ما بتاخدش بالها أن الضغط بتاع الهوى جوه والمية بيبقى درجة الغلايان بتاعتها عالية فما ينفعش أفتح فتا وده بيبقى خطر لقدر الله يحصل مشكلة ولازم أحط مية والعربية دايرة ولازم أحط مية مهم جدا لازم عشان ما بوصش المطور إن لو حطت مية والعربية مش دايرة لأ تعمل لي مشكلة المية اللي أحطها من بقى درجة حرارتها مختلفة عن درجة حرارة منظومة التبريد فمهمي جدا أن أنا أستنع وأي مية عادي الخضرة أو المية التبريد التبريد العربية بس بيبقى معي لازم يبقى معي إزازة المية في العربية تجنبا لأي حدث طريق يحصل ينفع أخذ قرار السفر وأنا عديت معادي الصيانة الدورية يعني صيانة العشر تلاف ونحن دايما بنستنى لآخر اللحظة نقول العشر تلاف دي ممكن إيه ترمي 12 ألف ألفين كمان تلات تلاف بش أحصل حاجة هل ينفع أسافر بسافة طويلة وأنا مكنش عامل الصيانة الدورية العربية طيب خلينا برضو نوضح الجزئية دي دايما وأنا في السفر أنا أعرف إلي أنا مسافر قابليها بشوية يعني قابليها مثلا بأسبوع أو قابليها بعشر تيام وفي ناس بتبقى مرتبة للسفر ده قابليها بفترة فأنا ببتدي أجهز العربية لأن العربية دي في الأول في الآخر أنا أسافر بيها مسافة طويلة وفي درجات حرارة مرتفعة وبجانب كده أنا في تحميل جوه العربية طيب أنا أعمل إيه أولا لو قربت السيانة فاضل مثلا ألف أو ألفين كيلو على معادة السيانة الدورية بتاعتي يفضل لأنا أروح أعمل السيانة بتاعتي جميل عشان يفحص لي العربية كويس جدا يفحص لي المطور يفحص لي المنظومة بتاعة التبريد ودي مهمة جدا يغير لي سيور لو عايزة تتغير يغير بجهات يبص على البطارية يبص على أنظمة التعليق المساعدين والسوسط يبص لي كمان على الفرامل وده مهم جدا الفرامل على الطرق السريعة أن أحيانا موضوع الفرامل ده إحنا ما بنخدش بالنا منه أن التيل تده ينتهي ده ما أقدرش أشوفه بعين المجرد لازم أروح لمركز للفحص يقدر يقول لي أن التيل بتاعك فاضل عليه ألف كيلو أو ألفين كيلو ده ما فيش فزار نسمي دغير ده بالزبط مهم جدا ده شيء مهم جدا ده الأمان كله بتاع العربية والإطارات كمان بتاع العربية أن ده أهم جزء في العربية ده اللي شايلة العربية كلها فالإطارات دي ده لازم أفحصها كويس جدا في مراكز الخدمة أو بالعين المجردة أن أحيانا أنا ممكن غيرت الكويتش ومثلا ما عداش عليه فترة معينة أو فترة كبيرة بس أحيانا ممكن أكون خط مطب قوي جدا بتظهر لي بعض الإنبعاجات أو باللغة الدرجة بلونة بتظهر في الإطار ويكون الإطار سليم ومفوش حاجة بس البلونات اللي بتظهر دي ده خطر جدا لأنا سافر بيها نتيجة أن الدرجات الحرارة بتعلق وأنا ماشي بالعربية بالمقدار الداخلي للكويتش بتاع العربية بل قدر الله ممكن يحصل أي شيء طاري طبعا يبقى معنا ستبن طب كويس أنت قلت موضوع الستبن ستبن بس سليم كويس أنت قلت موضوع الستبن عشان موضوع الستبن ده نحمله بشكل جيد سعب بقى فيه ستبن في العربية بس بش سليم بزبط إحنا أحيانا بنغير بنهتم بنغير الأربع فرقة بتاع الكويتش بتاع العربية ونسيب الستبن بيكون عدة الكويتش دايما بيبقى ليه عمر افتراضي بيتراوح ما بين خمس لست سنين حتى لو ما استخدمتوهش دايما وأنا بفحص الإطراض بتاع العربية كلها أزبط ضغط الكويتش بتاع الإطار بتاع الاحتياط بتاعي وبص كورده على تاريخ الإنتاج بتاعه تاريخ الإنتاج بتاع الإطار بيبقى مكتوب على الإطار بتاعي لو عد عليه خمس سنين يفضل أنا غيره ده مهم جدا أنه هو دوت الإطار الطارئ معي فلازم يبقى سليم عشان لو حصل أي حاجة في الأربع إطالات يبقى معي إطار سليم قدر أغيره وكمان برضو المعدات تبقى معي طبعا الكوريك بتاع العربية ما فك العجل طبعا البنات يعني الموضوع بيبقى صعب عليها بس بقى في بنات دلوقتي بتدرف تغير الكويتش على فكرة أنا بعرف غير الكويتش بس يبقى معي الأدوات ده مهم لو معي حد يساعدني لا بصي لا بس يبقى معي الأدوات أنا ببقاش معي الأدوات يبقى مشكلة آه لا لازم طبعا يتبقى فيه أدوات موجودة في العربية الكوريك المفتاح بتاع العجل الحاجات دي أساسية نفاية الحريق طبعا المسلس دي الحاجات دي مهمة جدا أننا بستخدمها في الطرق وتبقى موجودة معي بشكل دايم طب قياس بقى يعني درجة أو ضغط الهوا المفروض يكون موجود في الإطارات مفروض في الصيف لأننا سمعت أنه في الصيف مفروض بيختلف عن الشتاء وفيهم الهوى العادي وفيه نائتروجين ف tare لو حضيت توضح لنا الفرق طيب هو العربية بتنزل بدغت الهوا لجوة الإطارات هو عادي مش نائتروجين يعني العربية بتيجي بشتريها جديدة جوة الإطارات اللي هو الهوا العادي جوة عربية طيب المصنعين بيبقوا حطين زي مانوال آه درجات الضغط بتاع الإطارات بيتبقى موجودة دايما في قيم الباب أو في بعض العربيات بتبقى موجودة في الغطة بتاعة التنك بتاع البنزين تمام؟ بعرف الدرجة بتاعة الإطارات عندي الضغط بتاعة هيبقى كام وبزبطه عليها أحياناً بتبقى في عربيات الإطارات الأمامية بتبقى ضغط مختلف عن إطارات الخلفية بلتزم بدا بشكل كبير ما اكتهتش مع نفسي لا ما يفعش أزود الإطار أقول لك مثلاً أنا مسافر وحاطة توازن فزود لبرضو من الحاجات الغلاثة اللي بنعملها ده دايماً بنقع في الآخطات أزود حتى الكلمة كده أزود هوى شوي آه عشان معاك شونط ودايمان اللي بيزود لي الكويتش ساعد بيقول لي ده آه أنت مسافر في شونط وفي ناس لا هو المصنعين قالوا أن فيه ضغط معين للإطارات لازم ألتزم بي عشان الإطارات دي التماسك بتاعها يبقى جيد التوازن بتاعة العربية برضو يبقى كويس بيعمل اتذان للعربية في الملفات وبالزيت على السرعات العالية فلازم ألتزم بضغط الكويتش جوه العربية على ذكر بقى السرعات العالية دي دايما للأسف يعني مع الطرق السريعة والسفر زي ما بيقوله كده الطريق بيغري الواحد يعني الواحد بيمشي على سرعة عالية إيه السرعات المقرر أننا دايما ألتزم بيها وخطورة يعني أننا ملتزمش بهذه السرعات في الطرق الخاصة بالسفر طيب هو في السفر إحنا دايما بنقابل مشكلة دايما لو بيسافر مسافة طويلة بيحصل ملال وزهق فبضطر إلا أنا أزود السرع واجري وده خطر جدا طيب ده تأثيره إيه على الكويتش بتاعة العربية ده لي علاقة بنوع العربية ولا ده في المطلق لا ده في المطلق يعني اللوحات الإرشدية الموجودة على الطرق السريعة هي متحددة خارج المدينة بتبقى 120 كيلو ما بزودش عن كده تمام عشان أقدر أتحكم في العربية وأي حالة طريقة تحصل لي أقدر أكون جاهز وأبقى مستعد إلا أنا أسيطر على العربية بتاعت سرعات المقررة مهمة جدا أنا ألتزم بها على الطريق ما حاولش أزود عن السرعات المقررة في حاجة مهمة جدا اللي استراحة في الطريق لو أنا مسافر مسافة طويلة بتعدل 500 أو 600 كيلو يفضل لنا أستراح شوية على فكرة أنا لو رايحت 10 دقيقة أو ربع ساعة ما بتفرقش كتير في التوقيت اللي أنا بوصل فيه وبرضو لو زودت السرع لو أنا بمشي على 100 كيلو وزودت المية وعشرين برضو الزمن اللي بوصل فيه ما بيفرقش غير دقائق معدودة في كده الأحوال أنا مش مش معنى أن أنا بجرب العربية بوصل بسرعة بالظبط لا وبرضو لازم يفضل أنا أستراح شوية لو أنا بسافر مسافة طويلة أقف مرة أو مرتين حتى أشرب سوائل أشرب مية أشرب عصير يبتدي خليني أحرق جسمي بالظبط ومركز وخليه أقدر أخذ القرارات بشكل صحيح وأنا في الطريق بجانب أن برضو إضاءة الشمس وأساعة الشمس عليها وأنا ساعة بتأثر عليها بشكل كبير بتخليني فيه ارتخاء شوية في العضلات مع التكيف لو بقفل العربية وأنا مسافر ومشغل التكيف بتخلي تركيزي يقل شوية في بعض العربيات من العربية الحديثة بتدينا دايما إشارة أن أنت سقط مسافة طويلة فيفضل أن أنت تستراح ده في العربية الجديدة بتظهر دايما في الشاشة اللي قدعمك كده هتلاقيها على شكل مج أو على شكل فنجان قهوة حفظ يا معنى اللي هو ما ما خدش بينهم استريح شوية طيب خلينا برضو يعني نقول لحضرتك كده بعض الحالات اللي ممكن تحصل لقدر الله ومفروض نتصرف فيها إزاي أولاً لو شخص مش رابط حزام الأمان لو لقدر الله تعرض لحادث إيه الأضرار اللي ممكن تحصل يعني فايدة حزام الأمان تاني حاجة لو حد لا قدر الله العجلة فرقات إيه اللي مفروض يعمله يعني فيه الأسف بعض الحوادث كده الحاجات الطرقة اللي ممكن تحصل في الطريق محدش بيقى عمل حسابها فإزاي نتصرف في الحالات دي طيب بالنسبة للحزام الأمان ده شيء أساسي بنعمله أول ما نركب العربية والعربيات الجديدة أو مش الجديدة قوي برضو العربيات دايماً بيبقى فيه ألارم بيتعمل أو بيحسن فيه ناس بتحط حاجة تسكته ده شيء خطر جداً يعني ده شيء خطر جداً الحزام الأمان ده مهم جداً مهم جداً عشان السبب تاني الـ Airbags أو الوسائد الهوائية اللي بتبقى موجودة في العربية ما بتشتغلش طول ما الحزام الأمان مش مربوط وده يعني حاجة برضو بنعمل شوية أفعال كده بتبقى غلط اللي احنا بنقفل الـ Airbag بتاع العربية في بعض العربيات ممكن تقفلي الـ Airbag وده خطر جداً أنا بحافظ على إيه بحافظ على التابلو طب وحياتي طب صحيح دي مهمة دي أهم من التابلو فده مهم جداً لازم حزام الأمان يتربط بشكل أساسي قبل ما تحرك بالعربية تجنباً لأي حادث طريق يحصل لي لقدر الله ده بالنسبة لحزام الأمان طيب لقدر الله لو أنا ماشي بالعربية وحصل أعطل في الإطارات أو حصل انفجار في أي ححد الإطارات أول حاجة بعملها اللي أنا أمسك كويس جداً في التارت الدريكسيون بحيث أن أنا أمسك العربية إن الكويتش لما بيدرب بيحصل عدم توازن في المنظومة بتاعة العربية طيب وبعد كده أهم حاجة ما دوسش فرامل دي أول حاجة الناس ممكن ما تنتباه لاش أول ما بيحصل بتتخض فأول حاجة بتعملها إن هي بتدوس فرامل أول حاجة عاملها ما دوسش فرامل خالص أتبت في الدريكسيون كويس وبتدي سيطرة العربية بشكل كويس أسيب العربية تهدى لوحدها سرعتها تهدى لوحدها لو العربية مانيول سهل إن أنا بنزل نقلات من غير ما دوس فرامل لغاية لما لعى سرعة العربية تقل بشكل تدريجي لو أوتوماتيج بسيب العربية تهدى خالص وابتدي أدوس فرامل بشكل بسيط لحد ما بتي أجي على جنب الطريق وقف خالص وتوقف خالص بالعربية بس نتمنى أن يعني مفيش أي حدث رب نسلم طبعا يعني الأحوال طبعا يعني لا يعني كلها حالات وارد تحصل لقدر الله بس مهم نبقى عارفين إزاي نتعامل معها وزاي ما حضرتك قلت كبير فكرة فعلا صيانة العربية حتى لو يعني مش شرط التوكيل لأنه في عربيات خلاص ما بتروحش التوكيل بس بشكل دوري إما عند مركز أنت بتروح له حتى لو في البنزينة الخدمة السريعة اللي بتكون موجودة في البنزينة برضو تطمنك على حالة العربية والإطارات والمية والزيت وكل الحاجات دي إنها مهمة طبعا بشكر حضرت جزيل شكرا أستاذ محمد حسين الصحفية السيارات نورتنا في سبع خيارة نورتنا أستاذ محمد معلومات مهمة جدا استفدنا منها ويا رب كده يسلم طريقنا طريق حضرتك جميعا زي ما قال أستاذ محمد حسين مهم جدا إن احنا نتابع العربية بشكل مباشر ودايما سواء هنسافر أو ما نسافرش لإني في النهاية أنا بحافظ على أماني الشخصي وأمان أسرتي وأمان كل حد معايا في العربية السيئة